وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية أمونية مستندية وعينية وذلك بمضبطات بلغت قرابة 159 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 111 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طن كما تم ضبط 720 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 71 قضية خبز غير ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمعصفات أما في مجال قضايا التهرب أو التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 22 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 236 طن